دايما في كلام عن الإجرام والقاتل والسعادية أول صورة هتيجي في عقولنا صورة الرجل الضخم اللي بيكون معه سكينة مسكها في إيده ومتلطخة بالدم لكن النهاردة هيكون كلامنا عن وجه تاني للإجرام وهو الوجه اللي منفعش تنجح النعومة والملامح الأنثوية في ستر الجانب الشرير والمرعب فيه عرفنا من كتب التاريخ على مرة العصور إن المرأة وصلت إلى أعلى المناصف في الدول المختلفة هنلاقيها رئيسة وملكة ورئيسة وزراء ووزيرة خارجية وا وا أو دايما في صورة العالمة والطبيبة والمخترعة وحتى رائدة الفضاء صحيح بتدول المناصب دي على قوة المرأة وصلبتها لكن هو ممكن إننا نصدق إن القوة دي والصلابة ممكن إنها تتحول لوحش كاسر يقتل ويدبح ويعزب ويحتال ويسرق ويغتصب آه يغتصب استغربتوا الكلمة ولا تخضيتوا منها آسف بس هي دي الحقيقة لإنها كانت بتحصل للأسف الشديد الجنس اللي مفروض إنه ناعم كان بيغتصب الرجالة ما علينا نرجع لموضانا وهو إن المرأة في عالم الجريمة دايما بتكون نساء بلا قلوب ما يعرفوش لا شفقة ولا رحمة ودايما الجرائم بتاعتهم مرعبة تشيب لها الولدان وما حدش يقدر يتخيلها ولنقدر نعرف منين جات لهم الجرأة لتعزيب ضحاياهم قبل إجاز عليهم وقتلهم بدم بارد من يسدق إنه على مر العصور كان فيه سيدات تخلت عن كل قواعد الأنوسة وحولوا أصفرهم لمخالب وتحولوا من كائن رقيق لطيف زي ما هو معروف عن المرأة إلى وحش عدواني يستحل الدماء ارتكبوا جريمة القتل لا كمان وتمادوا في تكرارها النهاردة معانا واحدة من أبشع النساء اللي تسجلت أساميهم في دفاتر التاريخ هو واحدة من أشهر السفحات على الإطلاق تعالوا بينا نحكي حكاية إليسا كوخ بس قبل ما نبدأ منساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد اسمحوا لينا إننا نبتدي من نهاية الحكاية عشان تكون خطواتنا الأولى لعالمها الغريب المرعب البداية كانت في 1 سبتمبر سنة 1967 وفي سقف زنزانة في واحدة من سجون مدينة أيشاخ الألمانية كان في جثة متعلقة ملفوف حوالين رقابتها ملاية بيضة الواضح إنها شنق نفسها بيها المنتحرة وهي ساحرة أو عاهرة بوخينفالد واللي أطلقت عليها الصحافة وقتها هو وصفتها بأنها أكتر نساء العالم قصوة واللي كانت معروفة باسم إليسا كوخ وهي قصة حكاها العالم كله بما زيك كان بيجمع من الدهشة والرعب من أحداثها اللي وقعت أوقات الحرب العالمية التانية العالم كله كان بيحكي عنها وعن شزوزها وقصوتها وإسمها وصورتها كانوا متصدرين عروين المجلات وجرايد أي قاعدة حاولين دفاية في أيام الشتاء أو حتى على الشواطئ أيام الحر كان لازم يتحكي فيها قصتها رجال السياسة سيدات المجتمع حتى في حكاوي الناس العادية ما كانش فيه غير قصة حياتها وجبروتها وقصوتها وإزاي تقبل عليها وإزاي تمت محاكمتها مرتين قدام محكمتين مرة محكمة أمريكية والتانية ألمانية وخصوصا لأنها كانت أول إمرأة يتم التحقيق معها بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وعشان نبقى فهمين يعني إيه جرائم حرب أحب وضحها بأنها هي الانتهاكات لقوانين الحرب أو للقانون الدولي اللي بتعرض الشخص للمسؤولية الجنائية الفردية المهم أن نبتدي حكايتنا في قصة أشبه كتير بقصص الأفلام السينمائية بهوليوود القصة اللي لا يمكن نتوقعها أو يتخيلها أكتر المتشائمين في ألمانيا إزاي تتحول البنت الجميلة صاحبة الملامح الهدية رقيقة المشاعر خلال فترة طفولتها وبداية شبابها أشهر النازيات المتهمات بجرائم الحرب خلال الحرب العالمية التانية في سبتمبر سنة 1906 في مدينة دريسيدن الألمانية يعني قبل ما تكون هناك أي نية الحرب العالمية الأولى أو التانية وبالتأكيد تولد الطفلة جميلة بريئة أي حد هيشوفها هيلمح ملامح البراءة والجمال ولا يمكن يتخيل أو يجي في بقى أن الطفلة إليسا هتجبر وتتحول كل البراءة دي لمجرمة وسفاحة تحمل كل صفات الشيطان اللي هيفتخر بيها لأنها هتكون واحدة من أكبر أتباعه وده بسبب اللي هترتكبه من جرائم في حق أسرى الحرب والبشرية بشكل عام وكانت عائلة إليسا بسيطة ومتوضعة جدا فوالدها كان عامل متوضع في واحد من المصانع وكان شغال مشرف وردية أما والدتها كانت زيها زي أي ست وقتها مش أكتر من ربة منزل يعني كان من الطبيع جدا أن طفولة الطفلة إليسا تكون عادية ومتوضعة جدا وفعلا ده اللي كان وفي سن السابعة التحقب بالمدرسة واستمرت بها حتى سن الخمستاشر يعني ما شاهدتش دفولة إليسا كوخ أي منحنايات عصيبة عشان تقول إن ده السبب في تحولها المسخ أو غول مخيف وبعد كده التحقب بالمدرسة عشان تتعلم المحاسب الألمانية لكن إليسا كوخ ما قدرش تحقق نتائج متفوقة وللسبب ده اضطر بعد كده تنقطع عن الدراسة واشتغل استيجرتيرا في واحد من مصانع التبغي الألمانية وكان ده في سنة 1920 وقتها كانت إليسا لسه في سنة 18 ومع صعود الحزب النازي للسلطة بداية من سنة 1932 وحصوله على الأغلبية في البرلمان الألماني اشتغلت إليسا سيكرتيرا في الحزب النازي ككاتبة بيانات واللي قدرت من خلالها الدخول للحزب النازي اللي التحق بيه سنة 1932 والحزب النازي أو حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني كان حزب سياسي يميني متطرف في ألمانيا بين سنة 1920 وسنة 1945 وكان حزب الوليد لحزب العمال الألماني اللي اتعمل سنة 1919 وحل عام 1920 وتأسس في جو البطالة والثورة الاجتماعية سنة 1918 بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعشان نوضح للناس أكتر معنى كلمة النازية نقدر نقول ان هي حركة سياسية تأسست تحت زعامة أدولف هتلر والليتمكن من الهيمنة سنة 1933 على السلطة في ألمانيا وإنشاء ما سمي بدولة الزعيم والمملكة الثالثة وهو يعني القومية الاشتراكية وكان المنظر الأساسي للحزب هو جوتفريد فيدر اللي كتب برنامج الحزب ونادى بعقيدة لها صبغة قومية قوية وطابع اشتراكي تدعو إلى ملكية الدولة للأراضي وتأميم البنوك وكان من أوائل من انضم العضوية الحزب المحاربون القدامى زي رودولف هاس هيرمان غورينج ألفريد روزنبرج وعضاء تانين زي جوزيف جوبلز وفي الحزب النازي كانت ألسا تعتبر أصغر عضوة في الحزب والحقيقة أن إخلاصها الشديد في العمل لصالح الحزب والارتقاء بمصالحه كان سبب مباشر في تدرجها للمناصب القيادية الهامة في الوقت ده وبفضل قائد قوات الاس اس هينريش هاملر وفي سنة 1934 وعن طريق بعض الأصدقاء التقت ألسا واحد من قادة معسكرات الاعتقال الجماعية الألمانية وهو كارل كوخ ذلك النازي المتهول المجنون واللي أصبحت زوجته بعد سنتين من لقائهم وزي ما قلنا كانت إلسا فاتنة رائعة الجمال فها كانت إمرأة بيضاء طويلة وممشوقة القوام ولها شعر أحمر طويل مجعد وفي سنة 1936 اشتغلت في وظيفة إدارية في واحد من معسكرات الاعتقال قرب مدينة برلين وقتها ترقص المعسكر خطبها كارل أوتو كوخ وفي السنة اللي بعدها انتقلت لمعسكر بوخ نوالد اللي كان على بعد نحو 5 أميال شمال غرب فايمر وقتها كانت اتجاوزت من كوخ اللي برضو ترقص المعسكر وبعد 4 سنين قامت بتشييد صالة ألعاب اتكلفت 62500 دولار وطبعا كان مبلغ كبير جدا في الفترة دي طيب إزاي قدرت تحصل عليه وإيه كان مصدره ده اللي هنعرفه بعد شوية في خلال الوقت ده كان حصل حاجات كتيرة جدا واتغيرت إلسا بمقدار 180 درجة واتبدلت بشيطانة لها نفس الملامح بعد ما بعتهم لي لأن اللي عملته لا يمكن أي عقل تخيله أي شخص طبيعي لو دخل معسكرات التعذيب أكيد مش هيتقبل الأمر وأكيد عقله هيرفض الواقع اللي عايش فيه وشايفه لكن اللي حصل معها كان العكس فبمجرب ما دخلت إلسا كوخ معسكرات التعذيب حتى بقت تاهيم وعشقا بالمكان وكأنها تولدت فيه الأغرب إنها كانت بتلاقي راحة غير طبيعية في الجلوس بالمعسكرات والاستمتاع بصنوف العذاب المختلفة اللي بتحصل للمساجين هناك لدرجة إنها شوية بشوية بدأت تسيب وظيفتها الإدارية وابتدت تشارك في أساليب التعذيب كمان لأ وبتكرت وسائل جديدة للتعذيب والحقيقة إن وظيفة زوجها كمدير للمعسكر سهمت كتير في الاستمتاع بحريتها وإنها تقدر تعمل كل اللي هي عايزة في الوقت اللي هي عايزة من غير حساب ولا سؤال عن السبب فكان كارل كوخ بيتنقل من سجن لسجن تاني بحكم عمله وده لإنه كان بيترقى كل فترة ويترقى السجن أكبر من اللي سبقه وفي كل مرة كانت إلسا تلازمه وتدخل السجن وترتكب به أفضع الجرائم الجرائم اللي سجلتها التاريخ باسم إلسا كوخ باعتبارها واحدة من أسوأ النساء اللي مارسنا التعذيب بحق البشر مثلا في الوقت اللي بقى كارل فيه قائد لمعتقل بوخينفالد بالقرب من فايمر بألمانيا واللي كان مشهور عنه إن العمر الافتراضي للسجين اللي بيروح فيه مجرد ثلاث شهور مش أكتر لإن بعدها بيموت من صعوبة المعيشة في هذا المعتقل هنلاقي إن إلسا شاركت جزها في قيادة المعسكر من غير أي وجه حق بس بصفتها زوجته وعاشت حياة مرفهة جدا واستأجواء الجوع والعطش والزل والتعذيب اللي كان بيعيش في السجناء فكانت تسرق أموال السجناء وأسنانهم الزهبية ومجوهراتهم ووضعت هي أو زوجها في حساب بنك سري لدرجة إنها شهيدة صالة رياضية بمبلغ قدره 62 ألف دولار من أموال السجناء وده عشان تتمكن من ركوب الخيل واللي هنشوف كانت بتستغلها إزاي في المجازر اللي كانت بتعملها كانت إلسا كوخ بتلاقي متعتها جوه السجون وبتحديد أكتر في تعذبها للمساجين الموجودين داخل السجون عن طريق الخيل فكان عندها حصان جامح ليه صوت مخيف بشع وكانت كل ما تشعر بالضيق والملل تركبه وكان عندها صوت أو زي ما بنقول كرباك فضيع مؤلم لحد البتر أحيانا تقوم وغداه وتروح تضرف في المساجين رايح جاي من غير أي سبب كمان في أوقات تانية كانت تركب الخيل عشان تكتشف السجناء أصحاب الوشوم المميزة فتقوم بجمعهم ويتم سلخ جلد السجين قبل حرقه أيوة انتوا فاهمين صح تستلم السجين حي وبعدين تقمر بحرقه وكل ده وهي بتتفرج وتتلزز بالمنظر مش بس كده تقوم هي واخد الجلد ده وتحتفز بيه في بيتها وتستخدمه في عمل أغطية للمصابيح وأغلفة الكتب وجوانتيات ليها وشنط وكانت بتفتخر بده مش بس كده دي كانت أوقاب بتابعة الحاجات دي على سبيل الهدايا أما الجلود الموشومة فكانت بتعمل منها حاجة من اتنين الوشم الغريب اللي يعجبها كان بيتم معالجته وتعمل منه تذكرات وقطع فنية غريبة والحاجة التانية إنها كانت بتبيعه لطبيب اسمه فاجنر كان بيجري بحث عن العلاقة بين الوشم والجريمة شيء بشع صح؟ لكن ده حاجة بسيطة لما تسمعوا الباقي وهي هويتها المحببة جدا بالنسبة ليها وهي قطع الرؤوس ووضع الجماجن في صالب بيتها وتصغير أحجامها عن طريق استخراج السوائل منها وبعدين تقوم بتحنتها ولكم أنت تخيلوا إنها كانت بتقوم بتزيين غرف بيتها بالرؤوس المصغرة دي وكان ابنها بيلعب بالقرب منها وهو جاهل حقيقة الرؤوس دي وكان كمان ليها هواية تانية وهي إنها تمشي جوه المعتقل وتلبس هدوم دايقة ومثيرة وتحاول تثير السجناء وهينا تكون اللعبة عارفين لعبة الاحتمالات دي كده؟ الاحتمال الأولاني لو بص عليها واحد من السجناء تقوم تثيره جنسيا إثارة بس وبعدين وهو في قمة إثارته تجلده بالكرباج لحد ما يموت أما الاحتمال التاني إن هي يعجبها واحد من المساجين فتؤمر الحارس إنهم يدخلوا عندها فتقوم باختصابه وإجباره على ممارسة أفعال سادية شازة ما تخترش على البال وتقوم بتشويه الجسمه برسومات واشم مسيء أو فضيحة وبعد كده على حسب مدهة فإما تؤمر بقتله فورا أو تستنى عليه وترجعه بعد كده تبقى تدور عليه أو تصطاده وتسلخ الواشم وتحتفظ به وذكر بعض الناجين من المعتقل في وقت محاكمتها ارتكابها للجرائم دي كمان إنها كانت بتتحمس لتعذيب السجناء خصوصا لما تؤمر بإرسال الأطفال لغرفة الغاز كمية سادية لا يمكن وصفها مزيج رهيب من الوحشية والجنون واللي خلتها تستحق بجدارة لقب واحدة من أسوأ مجرمي الحرب في عهد ألمانيا النازية وعاهرة بوخينفالد بفضل شخصيتها السادية وزي ما قال عنها الكل إن البلاوة دي كان الغرب منها الترفيه عن نفسها تمام زي ما كانت زمان هي البنت اللي كانت لما تحب تلعب وترفع عن نفسها في فناء المدرسة فتقوم تلعب مع الفراشات لكنها تحولت لمرأة ما يمرش يوم عليها إلا وتتلزز برؤية الرؤوس المقطوعة أمام سجون التعذيب النازية لكن لو وصينا بنظرة شمولية هتلاقي إن في الحقيقة حالة التعذيب الجنونية دي مش بس عشان التعذيب الغير مبرر المبني على العقد النفسية لإن ثبب بعد كده إن ألسا كوخ كانت بتبتز المساجين وتاخد منهم أموالهم وهو ده سبب غناها الفاحش فهي وجوزها أسسوا صالة للألعاب الرياضية واشتروا بيت جديد وصيارة حديثة عموما كانت حياتهم الزوجية بخير فمن جهة كانوا بيشعروا بالراحة النفسية لما يقوموا بتعذيب السجناء ومن ناحية تانية كانوا بيحصلوا على الثراء مستمر الحال ده لمدة 3 سنين وفي 24 أغسطس سنة 1943 بالتحديد قبل نهاية الحرب العالمية التانية حصل اللي ما حد يش يتوقعه وهو إن الشرطة الألمانية أبضت على إليسا كوخ وكانت وقتها حامل في شهرات تامن من مسجون وكان سنها وقتها 41 سنة وتابض عليها وهي بتحاول تهرب كموطنة ألمانية عادية وتنتقل المناطق اللي بتسيطر عليها القوات البريطانية وده حصل بعد ما تم الأبض على جزها واللي كان أبض عليه رؤساءه في قوات الأمن الخاصة وكانت التهم الموجهة ليه هي الثراء غير المشروع والاختلاس وقتل السجناء بهدف إخرصهم من الإدلاء بشهادتهم وتمت محاكمة العقيد كارل كوخ وتم الحكم على زوجها بالإعدام رميا بالرصاص أما إليسا كوخ وعلى الرغم من حملها تم اتهمها بالمشاركة في خطة جنائية للمساعدة والتحريض والمشاركة في جرائم القتل في بوخنفالد وكان ليها ابن واحد من زوجها قبل عتقالهم والطفل الثاني اللي كان أبوه مجهول وقت سجنها فكان مصرهم دور الحضانة والرعاية وبعد سنتين من إدانتها تم تخفيف الحكم لأربع سنوات وده كان من قبل الجنرال لوسيس دي كلاي الحاكم العسكري المؤقت للمنطقة الأمريكية في ألمانيا ولذكروا كلاي أن التخفيد كان سببه أن مفيش أي دليل مقنع على أنها اختارت السجناء للإبادة بسبب سالخ جلدهم أو أنها امتركت أي منقلات أو أدوات مصنوعة من جلد بشري وأصرت هي من جانبها أنها مصنوعة من جلد الماعز طبعا شعر المواطنين بالزهول لما تم إطلاق صراحها لكن بعد وقت قليل تم اعتقالها مرة تانية وخلال محاكمتها التانية اللي بدأت في سنة 1950 انهارت بشكل متكرر وشاهد فيها أكتر من 250 شاهد طوال المحاكمة بما فيهم 50 شاهد للدفاع وشاهد أربعة من الشهود بأنهم شافوها تختار السجناء بالتحديد بسبب الوشم أو أنهم شافوا أو شاركوا في تصنيع أغطية المصابيح البشرية من جلود المساجين لكن زي ما حصل قبل كده تم إسقاط التهمة بسبب عدم كفاية الأدلة وفي 15 يناير 1951 أصدرت المحكمة حكمها في قرار من 111 صفحة وتم إدانتها بتهمة التحريد على القتل والتحريد على الشروع في القتل والتحريد على جريمة ارتكاب ضرق جسدي خطير وتحكم عليها مرة أخرى بالسجن مدى الحياة مع مصادرة دائمة لأي حقوق مدنية وده حسب ما جاي في موقع Oh that's interesting وخلال فترة وجودها في السجن قدمت عدة طعون على الحكم الصادر ضدها ولكن تم رفضهم حتى إنها طلبت مساعدة من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لكنها رفضت وفي وقت وجودها في السجن زرها ابنها أوي أكتر من مرة على مدار سنوات سجنها في سجن أيشاش واللي كانت بتقضي فيه عقوبة السجن مدى الحياة ولأن الجزاء لازم يكون من جنس العمل هتلاقي إن ألسا كوخ عانت أشد المعاناة وعرف الجرم اللي كانت بتعمله وقت وجودها كسجانة في نفس السجن لكن مين قال إن الندم ممكن يشفى عليها فاستمر التديق عليها لحد ما تأكدت إن مفيش مفر من الموت وفي 1 سبتمبر 1967 انتحرت إلسا كوخ في السجن وفي اليوم التاني وصل أوي لزيارتها وتصدم بموتها وتم دفنها في قبر مفيش عليه أي علامة في مقبرة السجن وبكده انتهت حياة المرأة اللي دق على قديها مساجين ألمانيا أصناف العذاب المختلفة وبكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة ويريد تقول لنا في التعليقات إيه رأيك في الموضوع وبنساش اللايك والاشتراك وتتفرج على الحلقة اللي فاتت وتستنى الحلقات الجاية